طير لجاء ياك زين وش رأيك أبو عساف بالصفات اللي لازم تكون بالصقار الأول شي الصفات اللي لازم تكون بالصقار لازم هو شي تعلم كيف ينقل الطير نقل الطير كيف يعرف نفسي تطير لقال شي قال نفس طير الله الله الآن نفسي نفس طير شخص يعني نفسي تطير لازم نصير دقيق وبذكا داقة كل ذكاك تركز على الطير شوف الصقار تعرف نفسيته تعرف كيف يهد تعرف كيف لو هديته طرامقه هم هم ناس بل هدد يمكن نفسي تتغير ما عادي يهد الصادة هذه الآن يتدعى لأنه جاي الطير لو هديته وهو شبعان شان نفسيته ارتع من الصادة تغوف صار شبعان مهيب يعني خلاص يعني صعب يا هدوك لكن عال جوع دائما كل ما يطير طيره وتهده والله نفسي في أساليب يستخدمونه بعض الصقاقير ايه يخرب طيره بنفسه الله أكبر الحين يهدها مثلا على حمامه نشوفهم عندنا ناس صقرة وبنت الصقور يهد على حمامه طار حمامته تلها منه ونسره شوي ويلا وهدرها الثانية يخي هذا جلده لحم عظمه وهذه وجهة لضرع لا لازم تريح الطير يا أخوي وتهده في وقت هدد من عاسم في وقت هدد الطير لا منه صار لخاطر لا لأهدد وهم كل شوي يتحذف الطير يخرب الطير بعدين تهده مع دي أشوف دائما الصقارين يعني الطير لهم زاج لخاطر نعم حتى في الصيدة إذا صرت موجود ما في واحدين يدقي قليب واري يفحط على الصيدة يطيرها لا يا أخي خلاص رعا الطير يتصرف بهدد الطير هناك لا تلقى وقف هناك وتفرج ورعا الطير ينزل إنقدر ينزل أما بعض الناس يخرب على الطير ولا يجي وراء الصيدة ويصير بين اللي بيهد وبين الصيدة ما الطير طيب ما يشوف من الغبار وشلون بعضهم يتعمد الطريقة هذه علشان ما تهد ويهدهم لا محاسد دائما في طرق ما أشوف استخدمونها صقاقير اللي توهم جدد والله العظيم طريقة صقاق أغلى قيمة حصلت للطيور في السعودية ترجمة نانسي قنقر